هلأ بدنا نحكي إمتا الواحد ياخد قرار بالنسبة للرجل أو للمرأة أني خلص مش قادرة أتحمل وبدي أنفصل مهم تمام هو ممكن يكون الجواب بكلمة واحدة ويكفي ولكن عادي ما عندنا مشكلة في الشرح هو بكلمة واحدة أو بسطر واحدة أو بجملة واحدة ممكن أقول يعني عندما تشعر بأنك غير مرغوب به هذا بتكفي يعني بس في ناس يقولون كيف عارف أني مش مرغوب في علامات في ناس ما تعرف فمرة أنا لما قلت أدخل العلاقة شو اللي عليك تتعلمها كيف تبقى ولا متى ترحل كيف تبقى هذه مش محتاجة تتعلمها لأن الأشياء الجميلة لا تحتاج تعليم صح ترى جمال اهتمام احترام سعادة حب ولكن هناك علامات الناس تعطيها عذر علامات حمراء ردفلاق الناس تعطيها عذر فمثلا أهمل تكرر الإهمال إيه عادي كل الرجالة كده مثلا لو كانت امرأة لو كانت امرأة يخون كلهم خاينين يهين أمهاتنا تتحملوا إهانات إعطاء العذر للعلامات الحمراء أو ليس مبررا أبدا أن من عاشه قبلك مفترض عليك أن تعيشه أو أن ترثه من من قبلك لم يتطور الجنس البشري ولا السلوك البشري إلا بالثورات الداخلية كتفكير كسلوك لأن لا أحد يربطها بالسياسة ثورات داخلية للإنسان ثورات تفكير أنه لا يقبل على نفسه الإهانة ليس معنى أن أمي تمرمطت أنا أتمرمط بالزبط ليس معنى أن أبوي حرم أنا أكون محروم لا فالقضية هي قضية أصلا التطور الأفضل من تطور البنيان والتكنولوجيا والتطور السلوك البشري لأن أساسا الله عز وجل كرم بني آدم فالتكريم هذا التكريم هذا لماذا ترفض أنت يعني أنت مكرم بأمر إلهي عندك كرامة ومن أساسياتك إكمال العلاقة واحتفاظك بكرامتك فمتى ما وجدت أن كرامتك تهان بالإهانة أو بالخيانة أو بالأذى الجسدي والنفسي أو بالضرب هذه الأربع أشياء تحديدا هذه لا ومساومة عليها خلص لا ومساومة عليها نهائيا الخيانة الإهانة الأذى الجسدي والنفسي والضرب ولا مرة نعديها ولا مرة ولا مرة صح ولا مرة أنا أقصد يعني القرار اللي أخذه أنا من أول مرة ولا أتناقش فيه نهائيا ما تدري شوني يحصل بعدين ولكن على الأقل أعطي انطباع للطرف الآخر أن اللي أنت عملته مستحيل أنك تفكر تكرر مرة ثانية خلص انتهك بينما الأشياء الثانوية بشرط أن لا تستمر إذمال قلة عطاء تجاهل مرة يعني كلمات بديئة أحيانا يعني ألفاز تكون بسيطة نعدلها بس يعني ما ناخذ فيها قرار البعد دايريكت بالضبط لا نحاول نغيرها نحاول أن نتماشى معاه ولكن الأربع أشياء هذه لا بارك الله فيني لو بقيت الإهانة الخيانة الأذى الجسدي والنفسي والضرط طبعا أذى الجسدي والنفسي هو الإرهاق مثلا بالنسبة للمرة في أعمال البيت مثلا السماع أو الأذى اللفظي هذا كله يسمى أذى لا يمكن أن تحمله فالإنسان علشان يعرف متى يروح لازم يتعلم في البداية لأن كل إنسان حسب طريقة عيشة وحياته وحسب طبيعة البيئة اللي هو عايش فيها لازم تعرف العلامات الحمرة لازم تعرف متى تروح وقبل لا تعرف متى تبقى لأن العلامات الحمرة مش الكل يعرفها